فيه لعب كمان هو محمد عبد المنعم عريس اليوم ده صاحب الهدف ده بالتخصص علي معلول محمد عبد المنعم فاكرين جيل بيرتو فلافيو دلوقتي بقيت علي معلول محمد عبد المنعم شبهها بالظبط محمد عبد المنعم تعرض لانتقادات كثيرة في مباراة الزهاب والناس قالت انه كان مستوى مش جيد والناس قالت لك ايه عنده ثقة مبالغ فيها عنده غرور يعني من الاخر وانا ايه رأيي في الموضوع ده جماعة واسمعوه ارجوكم تسمعوه ولعله وعسى يكون يلفت النظر لحاجة احنا تعبنا في الكرة المصرية من المدفعين الخوفين اه يبقى يقولك ايه المدفع دراجل جدا بس بيخاف بيخاف تجي له الكرة الكرة الحديثة دلوقتي فيها نقل وفيها بنا وفيها شغل مع ما تطلعش الكرة زمان كان كابتن حمد أمام رحمة الله عليه سطورة كابتن حمد أمام كان يقولك مش عيب طلع الكرة برة زمان صح ما كانش وقتها عيب دلوقتي لأ ابونا اللعبة بيبدأ من الحارس ومن خط الدفاع المدفع ما يطلعش ويتطفش الكرة يطلعها صح يستلم ويسلم بشكل محترم احنا ما عندناش النوعية دي ما عندناش النوعية دي فيجي المدفع العادي بتاعنا اللي في مصر يطفش الكرة فيتقاله مش عيب ما يغلطش يطفش عشان ما يغلطش فيجيب هايم عليك يخاف والعيب جاي عليه فيعمل ضرب الجزاء المدفع الخواف ده اللي هو الأغلب في الكرة المصرية ده ما يبلنوش أخطاء واضحة أو كارثية كتير بس في بونة اللعب والشغل الفني أخطاءه كارثية يعني ايه مثلا عشان أشطحالك بشكل أسكع يعني كرة مع مدافع سين بدل ما يطلعها اللعب ويبنوا اللعب روح مطفشها فتيجي عليك حجمة تانية تيجي له الكرة روح مطفشها تيجي عليك حجمة تانية فانت مش عارف تبني لعبة فانت مش عارف تبسك الكرة فده ما يبنش قوي أنه هو عمل كارثي بس بالنسبة للمدرب برة أنا مش عارف هلعب يا جماعة بسبب المدافع اللعب ما يطفش الكرة ده فلم يهي محمد عبد المنع ينقل الكرة صح يطلع الكرة صح مئة مرة في المباراة ولا في الإسبوع ولا في عشر مباريات ويغلط في عشر مباريات غلطة يقول لك لا مغرور لا لا أنا قابل أنه يغلط في عشر مباريات غلطة قابل قابل عشان في التسعة التانيين هو كان سبب في الفوز وإنت مش حاس مش مجرد أنه يطلع كرة أو تطفش كرة أو عمل بلوكة على كرة لا هو كان سبب بنا لعب وكان سبب هجمات وكان سبب تهديف فمحمد عبد المنعم هو أفضل مدافع في مواصل الوقت وكواليتي ياريت يبقى عندنا منه كتير فهياريت نسنده وندعم مش ممكن نبتكش على هذا فخالص اللي جابه ببراعة عشان آخر واحد عايز أتكلم عنه وسايب له المساحة يعني علي معلول دائماً وأبداً بقول عنه أنه أفضل مدافع في تاريخ النادي الأهلي في رأيي أفضل مدافع مدافع أي عفوا أفضل محترف في تاريخ النادي الأهلي محترف بمعنى الكلمة قائد مستوى ثابت مستوى بدني محترم دايماً دايماً في المواقف الصعبة تلاقيه دايماً مركز دايماً ما عندوش مثلاً مرحلة هبوط في المستوى دايماً في أفضل مستوياته الهبوط بتاعه يبقى سبعة من عشرة مثلاً مش تلاتة من عشرة بالكتير يعني مستوى مدهش ومبهر في تاريخ النادي الأهلي علي معلول تاريخ كبير وعظيم عمله نضم 2016 سبع سنين من الإنجازات التاريخية قائد بدون شارع في النادي الأهلي بيعمل أداء رائع وخراف جداً ترجمة نانسي قنقر